لا يتشارك كل من سلطة الأسد والتنظيم الدولة ارتكاب الجرائم بحق السوريين وحسب بل يتشاركان الأساليب أيضا منظمة حضر الأسلحة الكيميائية وفي تقرير جديد لها قالت إن مسلحي تنظيم الدولة هم المنفذون المحتملون لهجوم بالسلاح الكيموي في بلدة مارع السورية في الأول من أيلول عام 2015 أثناء محاولة التنظيم السيطرة على أحياء المدينة فريق التحقيق وتحديد الهوية التابعة للمنظمة قال إن أحد عشر شخصا خالطوا مادة سوداء خبيثة أثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم وعانوا أعراض تتفق مع أعراض التعرض لغاز الخردل وأضف الفريق أن المواد الكيموية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم حيث لم يكن هناك كيانات أخرى تستطيع فعل ذلك غيره مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا وفي تقرير له حصلت حلب اليوم على نسخة خاصة منه أشار إلى أن مصدر تلك المواد هو سلطة الأسد باحتمال كبير لا سيما أنها مواد تحتاج لظروف خاصة في حفظها وتركيبها وهو ما يثير تساؤلات حول هدف سلطة الأسد من إشراك تنظيم الدولة بأداة الجريمة المبعوثة البريطانية إلى سوريا أنسانو قالت إن المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة كل من يستخدم الأسلحة الكيموية في سوريا سواء كانت سلطة الأسد أو تنظيم الدولة مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا أوصل أطراف الدولية المعنية بتعزيز الاتفاقية الكيميائية لضمان حماية السوريين ودعم حقوق الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع سرقة وإنتاج واستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي مجموعة ودعم إجراء تحقيقات شاملة لتحديد الحقيقة وضمان مساءلة مساءلة طال انتظارها من قبل السوريين الطامحين بتحقيق العدالة